ممنوع أنت من التعبير عن رأيك ما دمت في العراق فثمت قانون يجري إعداده لتلاحقك السلطات وتوقع عليك أغلظ العقوبات إذا أنت انتقدت أداء الحكومة أو تجرأت على اتهام مسؤوليها بالفساد أو الطائفية العديد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية العراقية والدولية طالبت بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المزمع عرضه على مجلس النواب لإقراره مؤكدة أن القانون في نسخته المعلنة يمثل تدهورا خطيرا لحرية التعبير في العراق ويؤسس للرقابة الذاتية في البلاد فالقانون يعاقب بالسجن مدى الحياة وغرامات مالية كبيرة على أفعال مبهمة وغير واضحة يمكن أن تندرج في إطار الحق في حرية التعبير فالمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا أو إثارة النعرات المذهبية والطائفية أو الفتن أو تكدير الأمن والنظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد كلها اتهامات فطفاضة لا يمكن تحديدها بدقة إلا أنها وفقا لمشروع القانون الجديد قد تودي بالمتهم إلى غياهب السجون مدى حياته ما يمثل فرصة سانحة للسلطات للتنكيل بمعارضيها وإسكات أي صوت مناهض لسياساتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت علقت على مشروع القانون بالقول إن العقوبات الجنائية على تهمة التشهير الواردة في نص المشروع لا تتناسب مع الممارسة الفعلية للحق في حرية التعبير كما أن بعض مواد القانون المقترح من قبل الحكومة في بغداد تنتهك الحق في الخصوصية والمعلومات وربما ستؤدي إلى خوف مستخدم الإنترنت من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية كما ستؤثر على حق التمتع بحرية تناقل المعلومات ما يجعله قانونا غير دستوري ومناقضا لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبحسب محللين فإن القانون يعكس ضيق الفاسدين في العراق بملاحقة العراقيين لهم وفتحهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكرروا أن يعكسوا الصورة ليلاحقوا هم العراقيين ويجبرونهم على الصمت والخضوع خوفا من الفاسدين وقوانينهم التي يحاولون بها إحكام الخناق على العراق والعراقيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر